حددت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف موعد سحب قرعة نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع العام القادم وستقام مراسيم القرعة مساء الخميس المقبل والكشف عن طرفي المباراة الافتتاحية التي ستقام في الثالث عشر من شهر يناير 2024 على أن تجرى المباراة النهائية في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل ويتواجد المنتخب المغربي في التصنيف الأول للقرعة إلى جانب كل من مصر كوت ديفوار السينغالي تونس والجزائر أما التصنيف الثاني فيضم كل من الكامروني نيجيريا مالي بوركينافاسو غانا والكونهو الديمقراطية ثم المستوى الثالث من القرعة الذي توجد فيه جنوب إفريقية الرأس الأخضر غينيا زامبيا غينيا الاستوائية وموريتانيا وأخيرا المستوى الرابع الذي يضم غينيا بيساو الموزنبيقة ناميبيا أنغولا كامبيا وتنزانيا يشار إلى أن المنتخب السينغالي هو حامل اللقب حيث توج بالكأس القرية التي أقيمت بالكاميروني بعد الفوز في النهائي بضربات الترجيح على المنتخب المصري ترجمة نانسي قنقر